و للمزيد حول هذا الموضوع أستضيفي الأسود والأساد رامي الخليفة العالي الباحث في الفلفزة السياسية أهلا بك أساد معنا نائب رئيس المفاوضية الأوروبية فرانس تيمير مانس الذي زار تركيا بالأمس لإجراء منشاورات مع السلطات قال إن الاتحاد الأوروبي بحاجة لتركيا وتركيا بحاجة للاتحاد بداية يعني ما الذي تنتظره تحديدا أوروبا من السلطات التركية فيما يتعلق بأزمة المهاجرين أهلا بك راشيد الحقيقة هناك عدة خطوات تنتظرها دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها ألمانيا من تركيا لعل أبرزها هو السماح للدول الأوروبية بمراقبة السواحل التركية ثانيا مساعدة تركيا فيما يتعلق بإذا شاءت إنشاء تنمية وتحسين أوضاع اللاجئين المقيمين في تركيا أضف إلى ذلك أن تركيا عامل مهم في إطار الأزمة السورية التي ينظر لها الدول الاتحاد الأوروبي على أنها الأزمة الأساس التي صدرت عددا من اللاجئين لكن إلى الآن لا يوجد اتفاق ما بين الدول الأوروبية رشيدة حول الثمن الذي يجب أن تدفعه أوروبا لتركيا هناك بعض التصريحات التي تقول أن المساعدات المالية هي الثمن الذي يمكن أن تقبضه تركيا ولكن تركيا كما تعلمين تطالب بأن يكون هناك رفع التأشيرات الدخول لمواطنها إلى دول الاتحاد الأوروبي هناك بعض الأطراف ما تزال تعارض هذا الإجراء الذي يمكن أن تتخذه دول الاتحاد الأوروبي ولكن المشكلة الحقيقية رشيدة أن دول الاتحاد الأوروبي إلى الآن لا تمتلك رؤية موحدة سواء لكيفية التعامل مع اللاجئين داخل الدول الاتحاد الأوروبي الذين وصلوا بالفعل أو في إطار التعامل على حدود الاتحاد الأوروبي تخفيف أعداد اللاجئين القادمين إلى أوروبا أو فيما يتعلق بالأزمة السورية وبالتالي نستطيع القول أن هناك ثلاثة أبعاد لأزمة اللاجئين سوف تناقش اليوم على طاولة قادة الدول الاتحاد الأوروبي ولكن إلى الآن لا توجد رؤية مشتركة طيب تركيا تستخبر أكثر من مليوني اللاجئ سوري على أراضيها فروا من الحرب الدائرة في بلادهم تحدثنا عن الجهود التي تنتظرها أوروبا من تركيا ما هي شروط السلطات التركية فيما يتعلق بهذه الأزمة؟ الحقيقة هناك على عدة مستويات هناك فيما يتعلق باللاجئين الموجودين داخل تركيا تركيا تطالب من دول الاتحاد الأوروبي تقديم دعم حقيقي دعم مالي ودعم اقتصادي لتحسين أوضاعهم مما سوف يمنعهم أو يحد من هجرتهم باتجاه دول الاتحاد الأوروبي ولكن ربما الأهم رشيدة أن تركيا تطالب من دول الاتحاد الأوروبي والغرب عموما أن يتدخل بشكل حقيقي وفعال لإيجاد حل الأزمة السورية كما تعلمين أن هناك رؤية أوروبية أو رؤية تركية لإيجاد مناطق آمنة داخل سوريا إلى إيجاد استراتيجية موحدة للسلام في سوريا ولكن إلى الآن لا تبدو هناك توافق غربي أو حتى اتفاق غربي مع تركيا حول هذه الأسس وبالتالي باستثناء المطالبات التي يتقدم بها الاتحاد الأوروبي إلى الآن لم توافق تركيا على سلة الخطوات التي يقترحها الاتحاد الأوروبي لحد من الهجرة هناك ربما نتحدث رشيدة عن فترة السماح نحن الآن في أوروبا ندخل في فصل الشتاء وبالتالي الطريق التقليد الذي يتخذه المهاجرين أصبح صعب للغاية بسبب الظروف المناخية المتطرفة في صريبيا في مقدونيا وفي هنغاريا وفي النمسا وبالتالي نستطيع القول أن هناك فترة السماح ربما تستمر لثلاثة أشهر أضف إلى ذلك أن الإجراءات التي اتخذتها هنغاريا والتي بالفعل أدت إلى الحد من المهاجرين القادمين إلى أوروبا ولكن باعتقادي أن أوروبا إلى الآن لم تصل إلى رؤية مشتركة تحاول هذه الدول أن توجد استراتيجية متكاملة ما بين دولها ولكن هناك أزمة معقدة موجودة في سوريا وأوروبا بالفعل ليست فاعلة كما الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا وبالتالي أعتقد أن هذه الأزمة سوف تستمر ربما حتى خلال السنة القادمة وحتى عندما ينتهي فصل الشتاء أستاذ رامي الخليفة العالي الباحث في الفلسفة السياسية شكرا لك على كل هذه التوضيحات وشكرا لحضرك معنا في الأسفل شكرا لك رشيدة